السلام عليكم اطلالة خفيفة خوكم هشم مع البيانو شحال هادي بيني وبين العزفره في القارج البيانو والله ما تنقيسه غادي نوريكم شوفوا معايا تبارك الله هاد لاصوس لي غنعطيكم اليوم الدول بننا وخفين زربن غادي شوفوا معانا غادي ناخدوا للحيمة اللي كانت متوفرة ومن الافضل اللي كانت اللحيمة العجل هيكون اللحيمة صغيرة بيضة وبنينة وحنينة نقليها كما تشوفوا معانا حتى ناخد ديك لأخوت النار تكون مجهدة في هذه المرحلة البصلة نقطعها مرصوية صغار وغادي ننقص النار في هذه المرحلة هادي ونزيدها ونخليها تقلى ونطلع قاح داك لوسوك داك الماضاق كامل يطلع مع هاد البصلة هاتي النار كما قلت لكم مهيلة هادو لشامبينيون كوكتيل ولا فوريستياخ كنش دوم وانا عندي هنا كونجلة يعني كمشو معانا راني قدرت هم هاكا هادي يرخيو داك المادية لهم إلا كان عندكم اللي شامبينيون باقي نفخي كنزيد واحد نغيزة د الماء باش كنطلعوا داك الماضاق كامل تيلصق هادل هادل شامبينيون كما كتعرفو شيء تيب الننشي غادي نصوطي داب هادل شامبينيون بهالطريقة هادي كما غتشوف معانا القرعة شديتها وقطعتها عطيتها الأعشاب المنصيمة زويتها بلدية وهادي ينغاتاتوي فيها الماطيشة الدنجلان شوية تعال بطيطة خديرة هاكا بالماطيشة اللي حمادينا غا نزيد لها دابة تشومة ولكن عندكم زعيطرة ولا الآزير هكا من الفوق أنا عندي هنا الأعشاب المنصيمة غادي تزيدوها وغادي تكمل طيابها في الفران من 15 إلى 20 دقيقة 180 دراجة خصتها تبقى تونضغ ما قصتها تقصح حصتها تبقى طرية الخردل هادي نزيد دابة جوج مع علقة تانا الكيميالي كان ديرت وما فضل هتزيدو مع علقة كافية هاكو على هادل شامبينيون نحرك تحريكة خفيفة وننقص النار ونخلي ذاك الخردل يرخيل ماطاق دياله وغا نزيد عليه هلا كرام فريش كما كتشوفوا معنا وهذه هي صوص وشامبينيون على كرام يالا متاغد كتشي خاطيراتي قوبية هادي راسيتون كلاسيك هادي في الطبخ العالمي كتمشي مع اللحم كتمشي مع اللي فولاي يعني الدجاج لا دند إنه الدجاج غادي نملح دابة ونضير الإبزار باش كنقض الماضاق وهذا الصوص هادي كما كتتعرفو كتمشي مع البط إذا فقط في هذا المرحلة غن نقص عليها ونخليها تجمع وتعقد واحد شوية هنا غادي نخويها في واحد الكاسر هنا إذا برأيت تخففوها إلا كنت شوف حلدا بغاد تستعملوا مع البط لكن تزيدوا لي شوية الحليب لا تريد يعني تبقى الماضاق دياله وهو ها كما كتشوفوا معنا هنا غنزيد هنا واحد شوية وغادي نخليها شوفوا معاي كنت نعم بنت و تخففها بلحليب ما حدا تبقى تحت النار و تزيد التعقد و تتقل يعني كنت شوفها و تبقى تحت النار بلحليب و لا الماء لن تبقى في هذا الماداق لها خطيرا لها زوجة خضيرة لحيمتها كذلك خرجناها من الفراغ خليتها عن 20 دقيقة سوف تتضغ من الداخل و هالسوس الشامبينيون هي هاتي كنزيدها من الفوق كتجي بنينة والديدة وتهلا ويودزوا بخير السلام عليكم تحياتي